وزارة التربية بدورها قررت استئناف الدوام الحضور غدا الأحد للطلبة في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق إن القرار تم اتخاذه بموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة مبينا أن دوام الطلبة سيكون بواقع يومين في الأسبوع للصفوف المعلنة وخمسين بالمئة للملاكات التدريسية بدورها قررت لجنة التربية النيابية عقد اجتماع لدراسة الدوام ومعرفة إيجابياته وسلبياته